بدأ جميع مصاصي الدماء في خلع أقنعتهم وهنا أخبر لورد مصاصي الدماء كل البشر بأن مصاصي الدماء هم المختارون الوحيدون الذين من المقدر لهم أن يصعدوا إلى المرحلة التالية من التطور طبعا أصيب الناجون من البشر بالخوف ليبدأ مصاص الدماء تاليا في ذبحهم لسؤال حظ لم يكن في إمكان الناجين الهرب لأن الأسوار الكاربائية كانت تحيط بهم من كل الجهات لكن فجأة اقتحام رجل الرمح كيونغسو المكان وهو يقود حافلة مدرسية ليصطدم عندها بالأسوار الكهربائية وطبعا أخرجت كل من جي سويون وهانهو أسلحتهما وبدأ في توجيه الناجين إلى بر الأمان هنا بطبيعة الحال أصبح لورد مصاصي الدماء أكثر غضبا ليفاجئه سونغفو بالخروج من الحافلة ويخبره بأنه هنا لإفساد حفلة لورد البعوض هذه طبعا رحب لورد مصاصي الدماء بسونغفو في الحفلة لتتوجه السيدة يانغ مع أتباعها من البشر المتحولين لقتل الناجين الهاربين أخبر هنا لورد مصاصي الدماء سونغفو بأن الناجين ستتم إبادتهم بالكامل بحلول الوقت الذي سينتهي فيه لورد مصاصي الدماء من بطلنا لكن سونغفو كان واثقا جدا من أعضاء فريقه إذ في إمكانهم التعامل معهم بأنفسهم وبسهولة وهنا وفي حركة مباغثة قفز أحد مستذئبي بطلنا العظميين على لورد مصاصي الدماء لكن هذا الأخير سحق رأس المستذئب العظمي وبسهولة لكن هذه الحركة كانت مجرد فخ من سونغفو حيث كان المستذئب العظمي ممتلئا بجثث العفاريت ليقوم سونغفو تاليا بتفجير الجثث بمهارته مما أدى إلى انفجار هائل هنا أصبح مصاصي الدماء أكثر اضطرابا لأن قائدهم قد تعرض لهجوم مميت ليركض سونغفو عائدا إلى داخل الحافلة ويبدأ مصاص الدماء في ملاحقته داخل الحافلة كان هناك الكثير من جثث الوحوش الميتة ويبدو بأن سونغفو قد هرب من خلال ثقب في الحافلة ليقوم في حركتها التالية بتفجير الحافلة مما أدى إلى مقتل عدد كبير جدا من مصاصي الدماء بدأت هنا يد لورد مصاصي الدماء في إصدار طاقة حمراء مما يعني بأنه كان يستعيد قوته بطريقة ما وفي هذه الأثناء قامت السيدة يانج بمطاردة الناجين مع اللاعبين المتحولين من البشر لكن فجأة بدأ اللاعبون المتحولون من البشر في الموت واحدا تلو الآخر شعرت السيدة يانج هنا بوجود شيء مشؤوم خلفها لتتمكن تاليا من تفادي هجوم مفاجئ قاتل من جي سويون استعدت الفتاتان لمواجهة بعضهما البعض وهنا تمكن هانهو وتيسونغ من مرافقة الناجين إلى مكان آمل لكن ولسوء الحظ ظهر مصاص دماء قوية أمامهم لنكتشف تاليا بأنه قد تم وضعه هناك خصيصا بواسطة لورد مصاصي الدماء نفسه هنا حاول هانهو إيقاف تاي سونغ والذي بدأ في مهاجمة مصاصي الدماء وهذا لأنه كان يعتقد بأن مصاص الدماء هذا يبدو أضعف من الآخرين لكن مصاص الدماء تمكن من تفادي جميع هجماته وأوشك على عضي عنق تاي سونغ في مرحلة ما لكنه تعرض للمقاطعة من قبل خناجر هانهو قفز مصاص الدماء في الهواء متفاديا ضربة تاي سونغ ورما هانهو بعض الخناجر التي أصابت وجهه بنجاح ليسقط على الأرض طبعا لم يموت مصاص الدماء بعد لكنه كان غاضبا لأنهم ألحقوا ضررا كبيرا بوجهها الجميل على الجانب الآخر تخلص سونغ بو من مصاصي الدماء من المستوى المنخفض بذلك الانفجار لكنه كان يعلم بأن خصمها الحقيقي لورد مصاصي الدماء كان لا يزال على قيد الحياة هنا قفز لورد مصاصي الدماء فوق الحافلة ويبدو بأنه قد غير شكله بعد شرب دماء مصاصي الدماء منخفض الرتبة وفي حركتها التالية استدعى سونغ بو خدمه من الفراغ ليبدأ لورد مصاصي الدماء تاليا في الاندفاع نحوه قفز لورد مصاصي الدماء ليقف مباشرة وسط جيش الأورك العظميين وبدأ في تحطيمهم إلى قطع طبعا سونغ بو كان مدركا بأن جنوده من الأورك العظميين لن يستطيعوا إيقاف لورد مصاصي الدماء لفترة طويلة ليفعل سونغ بو مهارتها الجديدة حيث خرج شيش من الزومبي من الأرض لكن ولسوء الحظ تخلص لورد مصاصي الدماء من الزومبي والأورك العظميين بسهولة تامة ليقوم سونغ بو تاليا بتفجير بقية جيشه من الزومبي لكن هذه المرة قام لورد مصاصي الدماء بصد الانفجار بمهارة مجال الدماء الخاصة به هنا غير سونغ بو استراتيجيتها وأرسل مستذئبين عظميين لتفعيل تأثير التآذر مع سيربرس وهذا التأثير يزيد من قوتهم ضد عدو واحد لورد مصاصي الدماء كان واثقا جدا من قوته وقضع للمستذئبين بضربة واحدة فقط وهنا أخبر لورد مصاصي الدماء سونغ بو بأن سبب خسارته هنا كان لكونه ينتمي إلى نوع غير متطور ووضح أكثر بكون الأقوياء من المقدر لهم أن يحكموا الضعفاء وهنا سنبدأ في الغوص في ماضي لورد مصاصي الدماء حيث كان لورد مصاصي الدماء قاتلا متسلسلا حتى قبل وقوع حادثة اختيار الفئات وبعد اختياره لفئة مصاصي الدماء كان يعلم يقينا بأن الشخص الذي حول هذا العالم إلى لعبة قد أراد منه أن يتطور ليصبح كائنا في القمة وبأنه سيقود العالم إلى تطورها التالي هنا أجاب سونغ بو بأن هذه الأمور لن تهم لأن لورد مصاصي الدماء من المقدر له أن يموت اليوم وفجأة تلقى لورد مصاصي الدماء رسالة تخاطرية من السيدة يانج والتي كانت تطلب منه المساعدة حيث تعرضت السيدة يانج لعدة إصابات خطيرة على يد جي سويون كانت السيدة يانج تشعر بالغضب لأنها لم تتمكن من توجيه ضربة واحدة لجي سويون وبالتالي فقد حصلت جي سويون على الكثير من الخبرة العملية من خلال الصيد بنفسها بينما كانت السيدة يانج تكتفي فقط بعض اللاعبين الناجين لتصبح أقوى ولهذا السبب خسرت أمامها بشكل كبير وهنا تمكنت جي سويون من توجيه ضربة مزدوجة حرجة للسيدة يانج لتسقط السيدة يانج على الأرض وتنهي جي سويون حياتها في هذه الأثناء وعلى الجانب الآخر لم تكن الأمور تسير بشكل جيد مع هانهو وتاي سونغ حيث عرض عليهم مصاص الدماء فرصة لا تتكرر في الحياة ليصبحوا مصاصي دماء مثلها وأخبرهم بأن هذا العالم الجديد هو غير عادل وفي إمكانهم زيادة فرص بقائهم على قيد الحياة وذلك عن طريق أن يصبحوا طفيليات ويتشبتوا بشخص أقوى مثل لورد مصاصي الدماء أجاب هانهو هنا بأنه محق وأن التمسك بشخص أقوى هو أفضل استراتيجية في هذا العالم المليء بالوحوش ولهذا السبب فهو سيتمسك بسونغفو فجأة اقتحى مراكب دراجة نارية المكان خلف مصاصي الدماء ليتشتت انتباه هذا الأخير وهنا ألقاه هانهو خنجرا بينما كان تركيز مصاصي الدماء على الدراجة النارية لسوء الحظ تمكن مصاصي الدماء من تفادي الخنجر ليتجه الخنجر مباشرة إلى صدر راكب الدراجة طبعا الخنجر لم يكن يستهدف مصاص الدماء ولا راكب الدراجة بل كان يستهدف عفريت يجلس في مقدمة الدراجة وكان هذا جزءا من خطة هانهو إذ كان يستهدف العفريت في المقام الأول لينمو هانهو بحجم أكبر بعد قتله للعفريت وهذا بفضل مهارته والتي تجعله لا يقهر لبعض الوقت بعد كل قتل هنا قام مصاص الدماء بمهاجمة هانهو بكل قوته لكن هجومه لم يؤثر على هانهو والذي أصبح لا يقهر حاليا وهنا طعن هانهو مصاص الدماء مرارا وتكرارا باستخدام مهارة الضربة السريعة وتاليا هاجم تاي سونغ ورجل الرمح أيضا في نفس الوقت هنا حاول مصاص الدماء الهجوم على تاي سونغ لكن هانهو صد هجومه وطبعا تملك مصاص الدماء غضب شديد وهنا استمر في مهاجمة هانهو وفي حركتهم التالية شن رجل الرمح وتاي سونغ هجوما آخر ليتمكن من إلحاق ضرر كبير بمصاص الدماء بينما عمل هانهو كدرع لهما وهنا بدأ هانهو في فقدان قوته وطبعا لاحظ مصاص الدماء ذلك ليولقي شخص ما عفريتا إلى هانهو ويقتل هذا الأخير بسكينه سيتضح لنا عندها بأن أحد عضاء عصابة تاي سونغ هو مكلف فقط بإلقاء العفاريت إلى هانهو كلما شارفت مهارته على الانتهاء أخبر هانهو هنا مصاص الدماء بأنه في إمكانه تعزيز قوته مرات عديدة كما يريد وهذا لأنه يمتلك الكثير من العفاريت التعزجة في المخزون وهنا اجتمع جميع اللاعبين ضد مصاص الدماء حتى يتمكنوا من قتله كان لورد مصاصي الدماء يراقب معاركهم ويزداد غضبا من مصاصي الدماء النخبة التابعين له وهنا أخبره سونغفو بأن مصاصي الدماء النخبة خسروا أمام البشر وأن دوره هو التالي وهذا لأنه بالفعل يعرف جميع نقاط ضعفه والسمر سونغفو بإخباره بأن ضعفها الأول هو أنه لا يستطيع استخدام أي سلاح أما عن نقطة الضعف الثانية لمصاصي الدماء هي مستوى دفاعهم المنخفضة وقدراتهم العالية على التجدد أما عن الضعف الثالث فهو أنهم لا يمتلكون أي مانا ويحتاجون إلى الدم خاصة لتنفيذ جميع مهاراتهم وقدراتهم طوال هذا الوقت كان سونغفو يستخدم عنصر حجر دم الشيطان والذي يستنزف نقاط صحة العدو بنسبة 2% مع كل ضربة ناجحة ليبدأ عندها لورد مصاصي الدماء في الشعور بالضعف وهنا أخبره سونغفو بأن نقطة ضعفه الرابعة هي أنه يتحدث كثيرا وبدلا من التركيز على أتباعه كان ينبغي له أن يتجه مباشرة نحو سونغفو ليقوم لورد مصاصي الدماء تاليا بحماية نفسه بتفعيل مجال الدماء حولها وبدأ بالتوجه مباشرة نحو سونغفو لكن رايتي قام بالتدخل ليعترض طريقها حول لورد مصاصي الدماء مهاجمة رايتي لكن هذا الأخير استخدم مهارة الصد لتبديد هجوم لورد مصاصي الدماء وفي حركتها التالية ألقى رايتي زجاجة مليئة بسائل الواحل مباشرة على وجهه ليبدأ وجه لورد مصاصي الدماء في الذوبان وتصبح رؤيته ضبابية طبعا السبب كان استخدامه للكثير من الدم والآن لم تعود لديه القدرة على التجدد بما يكفي لشفاء عينيه تاليا أمر سونغفو جنودها العظميين بإنهاء لورد مصاصي الدماء كان في إمكانه سماع خطواتهم لكن الأمر كان لا يزال خطرا وفي إمكانه أن يموت بسهولة وهنا بدأ في تدمير هيكل الأورك العظمية ذات الرتبة المنخفضة والتي اندفعت نحوه لكنه كان بحاجة إلى الدماء لاستعادة قوته وسرعان ما شم لورد مصاصي الدماء رائحة الدماء في مكان ما وبدأ في التوجه مباشرة إلى هناك ليتم الكشف لنا بأنه كان يتجه نحو جثث المستذئبين التي قاموا بتعليقها على المبنى لكي يشاهدها الناجون عند دخولهم وصل لورد مصاصي الدماء إلى السطح لكن أحد المستذئبين العظميين طعنه من الأعلى وهنا أخبره سونغ بو بأنه أحمق وهذا لأن بطلنا كان يقوم بالحصول على جنوده بتحويل جثث المستذئبين من ذلك المبنى في المقام الأول تلقى لورد مصاصي الدماء ضررا كبيرا عندما الصدم بالأرض ليقرر سونغ بو تاليا إنهاء هذه الحفلة بعرض ضخم من الألعاب النارية ليقوم تاليا أحد جنود بطلنا العظميين برمي لورد مصاصي الدماء في غرفة مليئة بجثث الوحوش ليفجر سونغ بو تاليا المبنى ويموت لورد مصاصي الدماء أخيرا في ذلك الانفجار تلقى سونغ بو عشرة آلاف قطعة ذهبية لقتله لعبا مميزا كما أكمل أيضا مهمتها الخاصة لوطن لرجال الأشرار وبهذا منحها النظام ثلاثين ألف قطعة ذهبية وتذكرة روليت لغرض من الدرجاسي وهنا تم تغيير مصيره أيضا لأنها أكمل مهمة حصرية وسيتلقى مهارة حصرية كمقابل وصل تاليا أصدقاء بطلنا وسعيد سونغ بو برؤيتهم على قيد الحياة ليبدأوا في الاحتفال بانتصارهم في الصباح التالي الجميع كانوا سعداء لرؤية منقذيهم وكان هناك أيضا بعض الأشخاص الذين تم إنقاذهم من قبل فريق سونغ بو ولكن سرعان ما أصبح الناجون مرتبكين مع وصول فوج كامل من الجنود يقودهم الرقيب كاما والذي كان يشاهد معركتهم من مسافة بعيدة تساءل سونغ بو عما كانوا يفعلون هنا ليخبره الرقيب كاما بأنهم كانوا يراقبون المجموعة التي كانت تدعي أنها أنشأت مناطق آمنة ولكنهم لم يتخيلوا أبدا أن يحدث شيء كارثي مثل هذا طبعا سر سونغ بو بأنهم لم يحاولوا مواجهة مصاصي الدماء لأنهم يبدون أطعف بكثير وهنا أبلغ الرقيب كاما بأن الجيش الكوري على قيد الحياة وبصحة جيدة وبأن هناك شخصا يرغب في لقائه لكن للأسف سونغ بو رفض الدعوة ليعود الجيش لاحقا إلى قاعدتهم بدون بطلنا ويبدو أن زعيمهم في الجيش كان غاضبا من ذلك